منفعش تحكيله عن عيوب أهلك وإحنا نبهنا الكلام ده حتى ما بيني في التعامل ما بين الأزواج أو المشاكل اللي بين أهلك اللي بين أخوكي واختك ما بين أخوكي وابوكي ما بين أمك وابوك منفعش وقت المشاكل بينك وبينه ويسمعوا مني الكلام ده يا بنات أرجوكو هيعيرك وهينزلوا هما من نظره تمام ومش هيكون لك كبير يعمل له حساب ويرجع ومش يعيرك بقى وأنا أحمد ربنا هنا زي عمك اللي عمل مش عارفة في مرات عمك ولا زي أخوكي اللي عمل ولا زي أبوكي ما تحكيش ما تحكيش نقائص على آلك والكلام ده أنا عارفة أن الكلام ده صعب وخصوصا في السنين الأولانية وعارفين الترابط بقى اللي بنحب بعض مش القلبين اللي كده مثلا أو اللي كده لا 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 ولا حرف لقيتش العلاقة الأمينة اللي قلنا عليها لا ده العلاقة المتدخلة لنا وأنت في قلبي في قلبك وعايشين وكبسين على بعضه وانت معاك الـ 24 ساعة ومعاك الـ 24 تيجي فترة كده فترة لازجة كده لكن هو الصح أن يبقى في حدود وخصوصا في موضوع الأهل ده ودي المصلحتك يا بنتي ربع حكاية ما ينفعش تحكيها ما ينفعش تحكي له على الماضي تماما في أمر شرعي وفي أمر نفسي لو عندك تجارب استغفر الله عندك حكايات قبل زوجك أو كنت مخطوبة قبل ما تحكيش لزوجك إلا كده إلا وكان فيه أولا عندي ناهي شرعي لا تحكي لزوجك ولا لحد تاني في ناهي شرعي عن هدك الستر يعني فيه أمر عملتي استغفر الله وحصل أن ربنا سترك بي اوعي تهتيك الستر الله عليك يا بنتي وتحكي غلط اسمعي كلامي غلط نسمعيش كلام أفلام وسلسلات وتخش على نظاف وتخش سليمة ولازم تقول والكلام ده وهجاوب لكم على حاجة تاني يعني يجي مثلا خطب يقول لي يا دكتورة قلتي كده وقات لنا مرة في تعليقكم منت أنا ما هي تبقى مخطوبة وما أنا أعرف آه أنت لو كنت مخطوبة قبل كده لكن مش شرط التفاصيل قاعد جنبك يعني كان بيقعد على الكرسي ده ولا ده طب مسك إيدي طب هو لي لبسك طب ومسك كذا طب مش عارفة ما مشيته مش عارفة فين طب حطتلك الجاكت وضمك لأ 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 وطبعا إحنا في حدود شرعية ما أنت لو ملتزمة بالحدود الشرعية في الخطبة لو ملتزمة بالأمور ديات مش هتخلي دماغه يروح لخطة حبيبي وقدرت تاخده غير أخده يعني ده وقت آه لكن إنت الله مبارك إنت الله مبارك ملتزمة وإنت عندك وصفك والتزامك بالتوصيف الشرعي وبالأمر والحدود الشرعية فمحدش أصلا تعرفت تاخد مني حاجة بغير كده لكن إيه اللي حصل والله ما حصلش نصيب والله يعني قدر الله مشاء فعل وما كانش فيه نصيب فيه اختلاف وجهات النظر فيه كذا لكن تفاصيل إيه وعمل إيه طب قال لك إيه طيب أول سألت السلسلة طب لبسها لك لأ 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 ما تحكيش عشان خطر طيب ليك علاقة لدي علاقة آسمة نحن بنقول على الحاجة اللي ممكن هاي شرعية دخل بيته خطب لكن العلاقة الآسمة العلاقة الآسمة اللي بينكم وبينهم بتحكيها الله عز وجل ساترك انتهينا خلاص يسمع من بره أسمع زي ما أنت عايز وتقول ما فيش ولا الكلام ده ولا بتاع حاجة كده كتهايفة وخيابة وبتاع وانتهينا خلاص ولا تحكي ولا ولا زيادة عن الكلمة دي ما عاربش خلاص أحكينا ليه أصي صاحبه جي قال وخلاص جي قال لك ابني حاجة كده واحد كان بيحاوله كده وخلاص وانتهت الدنيا دي وخلاص ربنا سطى مهما يحاول ما تقوليش اللي أنا بقولك عليه ده ما تقوليش وهاتي لكل واحد واللي خلاص مقطع اللي أنا بقوله ده وقولهوله كده لأنه في نهي شارع عن كده هو تهتيك سترة الله عليك عارفة لما تحكي هيفضل يشكي فيك وشعوره إيه أنا مش أول راجل في حياتها واحد والله يخطب وخطبته زي الفرور ست وبنت بنوت عسولة جدا 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 وتحفظ في كتاب الله وكده وكده وكدفت إعدادي إعدادي مش إعدادي يعني واحد مش عارفة إيه مش معاها من الدرس ما عارفش عامت إيه وكلام فاضي بقى وبلد وصغيرة وكل عارف بعضه يجي واحد يخطبها يتصل عليه دي معايا ومش عارفة إيه وصورها إيه دي كذا وصورها وصورها في الشارع يعني مش صورها حاجة كذا أنا ما نتكلمش على العجلات اللي غلط خالص ويقول لي مش قادر طب هي يقول لي كويسة وزال ببريئة ولا فهم حاجة في حياتي وطرق طب يسألها قلت لها كذا 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 شوف رضا واستخير يا ابني لأن الأمر ده لازم كذا بس أدم هي كويسة معاك وتابت إلى الله قالت له دي كان كذا كنا في إعدادين كنتش فهم حاجة وصحبتي كانت مع كذا وهو كان جاي وكذا وغلطة وأنا ما عملتش حاجة والله غير أنهو كان بيوصلنا من الدرس لحد قبل بيتها بشارع مش قادر ينسأ ويقول فيها كل الموازات قلت له لأ حرام فسارة تسيبها مادام تابت وكذا وأنت بتقول لك أنت وليك الحق وأنا يعني شايفك أدم الخطيبة شايفة خطيبة نجمة نجمة متوجة كده مالكة متوجة في السماء يبقى شيء طيب أحدش عارف وتقوله تهتيك سترة الله لا أوري لهم المقطع ده سيبك من الماضي ده تماما وبرضو لما خطوبة زي ما أنا قلت لك بلاش الحكاوي على الأمر ده نهائي وما حصلش نصيب وتحسي هو أنت فعلا أول راجل بل أنت الراجل أنا شوفته عشان كده أنا وفيت أن أنا أتجوز لما كنتش راجل في عيني أنا ما كنتش عملت كده لا ده مش كذب ليه بقى ليه مش كذب لأن لو هو كان علاقة حقيقية كانت زمانها بهدلة أهلال في البنات دلوقتي ما إزاي الزمان بنات دلوقتي مختلفة تقول لك إيه منك جاي بإيه ده هي اللي وفقوا عليه وفقوا عليه لأ يعني يا صلاحة ورعفوها ويهدي بنات الأمة لكن علاقة وانتهت وشافته عيل وشافته ما يستحقش وكذا وفقت على اللي دخل البيت ووفقت إنها تبقى زوجتك ووفقت إنها تبقى تتخطب لك يبقى هو ده إيه لا يبقى أنت الراجل في عينيه لأن التاني لو كان راجل كان جيه واستمر معاه وكانت هي استمرت على تمسكها لكن ما استمرش هو مش راجل علشان كده هو نزل من عينيه وتصدق الكلام ده تمام أدعو الله عز وجل بستر بنات الأمة قوله أمين وتزودي الشباب والبنات تمام كده خلاص عشان بس إيه الأسئلة اللي بتيجي لنا في